في مساء أمس متأخر وصلت بعثة الأهلي من النمسا بعد معسكر نموزاج الحياة أشاد به مستر كولر وأشاد به كابتن خالد بيبو وكولر قد اللعيبة راحة 48 ساعة ويستأنفه إن شاء الله التدريبات يوم للسابت العشرة الدوليين التلاتة في المنتخب الأولمبي والأربعة مع المنتخب الأول والأجانب سفروا لمنتخباتهم وبالتالي الفريق كله في راحة لمدة 48 ساعة يستأنف التدريبات السابت إن شاء الله ويسافر بإذن الله يوم 12 إلى السعودية للمباراة المهمة جدا جدا الأهل والتحاد العاصمة ساعة 9 مساء يوم 15 في أستاذ الملك فهدي في مدينة الطائف على كأس السوبر الأفريقية الاتحاد الأفريقي على موقعه بيشيد بكابتن النادي الأهلي وحارسه الدولي محمد الشناوي وبيقول عليه إنه واحد من العناصر المهمة جدا وبيبرز التصديات الهائلة للشناوي على مدار مشوار البطولة وظهوره بشكل جيد وقال ده ساعد الأهلي على بلغة المباراة النهية لدور الأبطال وحصد اللقب رقم 11 على ذكر برضو الاستعداد لهذه المباراة يوم السابت إن شاء الله تعالى ده خبر مهم لجمهير الأهلي في السعودية بالذات تحاد الأفريقي هيعلن من كل الموقع الرسمي على شبكة الانترنت طرح التذاكر للبيع تذاكر مباراة السوبر من يوم السابت إن شاء الله هتبدأ طرحها من الساعة واحدة الظهر يوم السابت الساعة واحدة بتوقيت القاهرة الحياة جماعة الحاجة الهيلة جدا فكرة جمهوره ده حماه ولوراكي أهلي دي مش منفراغ قبل ما حنوريكم جمهور الأهلي في النمسا كان عامل إزاي مع الأهلي حقول لكم جمهور الأهلي في السعودية مرتب إزاي الاستقبال الأهلي دي اللي قطات اللي في النمسا حنستنع بيها شوية خيالوا ده في النمسا يا أخوانا آه اللي بيقول لك النمسا فاشحد وربما ما تعرفش الأهلي ومش عارف اتفضلوا نمسا خلينا اتفرجوا على النمسا اتفرجوا مباراة ودية الأهلي بيلعبها مع فريق سلوفيني كسبة ثلاثة واحد بصوا زي ما وعدنا وراكو بلاد لفينة بلاد لفينة بصوا زي ما وعدناكو وراكو بلاد لفينة بصوا للناس الإقبال والتيشيرتات اللي بتطمضي وجماهير الأهلي اللي بره يعني عجبني الصورة دي لانه فيها تنظيم آه فيها تنظيم يجب انه هو يستمر الكلام ده يعني شوفوا شوفوا الناس وراه الأهلي احنا بنكلم في النمسا يا جماعة لما هتشوفوا المدرج وحجم الجمهور اللي فيه وامتابعتهم لمباراة ودية والسعادة جايين من كل الحتة في أوروبا عشان يتفرجوا على مباراة ودية للأهلي في معسكر إعداد بصوا سعادتهم بأطفالهم ببناتهم بأسرهم جايين بالحفلات اهو حوالين التوبيس الفريق بطبالهم جابوا الطبال دي منها والأعلام والشعارات لا أعداد كبيرة فعلا ده كان يعني الكلام من حوالي 3000 مشجع مشجع اه يعني رقم اه دول فعلا وراكي أهلي في كل مكان طبعا بنشكر جماعيرنا في أينما حلوا لأنه هما بيدوا الدنيا طعم وبيحلوها هاي الحقيقة يعني ولسه الناس بتسأل على القيامة تسوقية وعلى حجم الرعاية وحجم الشعبية بص انزل في أي مكان شوف حجم شعبية الأهلي وشغف الناس وحبها للأهلي وفرحتهم بوجود الأهلي في وسطهم تاني بنتكلم عن نمسا يعني النهار ده الرعاية لما شوفوا المنظر ده اه ده منظر ماستحقش يعني التعاون والوصول إلى توافق نرايح به الفرقة دي ده الناس بتتنشأ على تي شيرت الأهلي اللي بيكلموني من أمريكا ماجد مسعود وكتير من الأهلواء اللي في أمريكا ازاي يوصل لنا تي شيرت لا ده فيه شركات مقدمة عايزة تاخد الفرانشايزين بتاعها لا الخطوة يعني الفترة جاءة لازم تشهد تحرك فعلا ناحية استثمار جماهيرنا في كل مكان توفر للناس فعلا اهو تفرج فرحتهم بالأهلي ورأستهم للأهلي طيب ده في النمسا يا جماعة في السعودية عاملين ايه بقى عشان تشوفوا برضو ربطة المشجعين للأهل في السعودية عملية ازاي يقدروا ينقلوا الجماهير للطائف البطولة او مباراة الأهل والتحاد العاصمة في الطائف اعلنوا قالك انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه جمهورنا دين العظيم في المملكة ده ربطة مشجع الأهل في السعودية نعلن عن تطوعنا لتنظيم ترحال مباراة السوبر الافريقي في مدينة الطائف يوم الجمعة 15 سبتمبر الترحال هيكون من الرياض العاصمة ومن جدة ومن الدمام ومن القصيم بصوا يعني المباراة في الغرب غرب المملكة التانيين هيجيبوها من شرق الشرق من الدمام والقصيم الترحال هيتضمن توفير وسيلة انتقال الذهاب وعودة بالباص زي التذكرة المباراة التحرك هيكون يوم الخميس ليلا انا بحاول اربطهم ببعض عشان الناس اللي موجودة في اطراف اخرى من المملكة تبقى عارفة ازاي تروح تحضر مباراة الاهلي التحرك هيكون يوم الخميس ليلا او فجر الجمعة والعودة بعد المباراة مباشرة بناء على ما تم التواصل اليه من اتفاق مع احدى شركات التسويق المتعقدة مع الاتحاد السعودي بشأن توفير التذاكر وما تم التواصل اليه من اتفاق مع احدى شركات النقل بالبساط تم اعتماد قيمة رحلة الفرد شاملة الذهاب والعودة وتذكرة المباراة على النحو التالي الرحلة اللي تطلع وترجع للرياض بمية خمسة وسبعين ريال رحلة دريدة بمية خمسة وسبعين ريال رحلة الدمام بمتين خمسة وعشرين ريال رحلة جدة بمية وخمسة وعشر ريال وقالوا علما بانه لا يوجد حجز شافهي او عن طريق المراسلة والحجز بيكون مؤكد بعد دفع كامل المبلغ بخصوص العائلات طالما ان الفرد مهما كان سنه يشغل كرسي في الباص فهو بمثابة فرد ملزم بدافع المبلغ كاملا والاولوية في حجز التذاكر هتكون للمشتركين في رحلات الباص وعند الانتهاء سيتم طرح باقي التذاكر لاصحاب الرحلات بسياراتهم الخاصة وحددوا اماكن التجمع والوقت المحدد للانطلاق من خلال صفحة ربطة مشجيع الاهلي في السعودية شفتوا التنظيم عامل ازاي؟ هي ربطة المشجيع الاهلي في السعودية ومقرار رياض الحقيقة ربطة منظمة جدا 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 وانا قلت لك شفت تواصله معايا من امتى بيرجوا ان تذاكر تنزل بدري عشان يقدروا يعملوا كده اي فهما مش بتحركوا داخل السعودية بالطريقة دي ده بتحركوا داخل الخليج كله بالطريقة دي ومش بتحركوا فكرة الخدم فقط ده بتحركوا في كل الالعاب السلة ويد كانوا ورا الاهلي في كل دول طايرة لسه ما يعني ربنا يكرمهم برضو ويتحركوا لهم اي يعني عندما تصل الى هذا الدرجة من التنظيم برضو انت في حتة تانية حتى على مستوى جماهيرك ده كلام مهم جدا بنشكر ربطة مشجع الاهلي في السعودية على هذا الجهد الكبير وان شاء الله تعالى الاهلي يسعدهم ويفرحوا ويحتفلوا باول لقب يكون مهم جدا للاهلي في السوبر الافريقي مساء 15 سبتمبر ان شاء الله طيب مباراة السوبر دي كانت عملت تصادم شوية في لكعم أنشث ترجمة نانسي قنقر